السلام لبنات أهلا وسهلا نتمنى أن تكونوا باخر وعلى خير اليوم نقدموا واحد الكيك كيتدرب لبعد بتفاح والبعويد عندنا في المقادر نبدو مع بضياتنا هنا ثلاثة البعويدات ثلاثة تفاحات من هجم صغير إلا كانوا كبار نديروا غير جوج جوج و عندنا واحد كاسون سكر سانيدة واحد كاس الزيت خميرة الحلوة 20 قرام عندنا واحد الزازهر و عندنا واحد القريعة ديال داناو داناو البنات ديال الليمون والأناناس والبانان و عندنا قريصة ديال و عندنا قريصة ديال الملح و عندنا هنه عندنا الطحين لي زدنا معه واحد الكاس ديال النشا و هدي نبدو ان شاء الله مع بعض ديالنا و عندنا واحد المول و كي تفتح من الجنب مدهون بالزبدة و مرشوش بالطحين و مفرش هلو الكاغي ديال الطبخ ديال النشا دب ان شاء الله غادي نقطع ديك تفاح و نقطعه و ديك البوعيد و نطلقى ان شاء الله باش نكملوا الوصفة ديالنا هاوما البنات قطعناهم درتم في الكاس ديال المولينيكس غنطحنو فيه كل شي إلا غيبقا غيطحينو ديك النشا غنخليو هما الاخر و الخميرة غنزيدو ديك الكاس ديال الداناو البنات قطعنا و الافونتاج اللي فيه ما كيخليش النتا ديك تفاحو البوعيد تأكسد لانه واديجا فيه الليمون و فيه الاناناس ما كيخليوش تفاحو البوعيد تأكسدو غنزيدو ديك الزا زهر و غنزيدو كاس ديال الزيت الزيت ناباتية و نزيدو كاس ديال السكر البنات اللي كيبغي الحلاوة نقصة يقدر يرقص ديك النص كاس قريصة ديال الملحة البنات ضرورية مش كتحين نلبسو لديال الحلاوة و دا بغنزيدو و دا بغنزيدو بغنزيدو البنات للكاس و غادي نطحنو لديك خالة كامل تتحلينا مزيان و غنطلقو بش نكملو الوصفة ديالنا ان شاء الله و دا بغنزيدو لديك و دا بغنزيدو و دا بغنزيدو نبغcho شوفو لبنات لقاوام ديالو ما بعد ما تضحن كيه داير دا با هنزيدو با كنقدك في ديال النشا مع الطحين به ما نالشا مع الطحين كاس بنشا و غنبدلا ناخل الطهوة و زيدو الحميرة الحلوة نخلط الطحين لديكم ميزان كما تقلينا شوي لاجينة لانا بعد الخطرات كي يكون ديك تفاح البعويد كي يكون فيه الماء كي يكون شوي ناشف ما نقدرش نعطيكم واحد المقدار ديال الطحين اللي غادي تهزلينا انتو ما عينكم ميزانكم على حساب ديك تفاح وشفيه الماء والبعويد ولا الماء وحنا كنزيدو حنا كنخدموه كنخلطو باش ما يبقوش نادوك الحوبيبات فالعجينة ديالنا الكيك وحنا كنخدموه اللي بغا يخدمها البنات بطررها بيخدمها بطررها بكت تخدم اللي بغا يخدم غيب اللي بيدو ولا بحيانا كنخدمها غيب واحد الملعقة خشابية وكنزيد طحين شوي بشوي وانا كنخدم حتى كننحصل على القاوام اللي بغيت كيكون شوي تقيل شوي على الكيكة العادية اللي كنديرو على الكيكة دلبيض هدي بقا كنأكد كيكة بيدوني بيض هدك الكيكة ديال لعنبا باقي كنقول لك انعودها كينفاني زوين في العبار وحتفل هزاكت هزاكي يهز لك عيش شوي بشوي وانتي اخذ دامة يعني بالتسبب للناس اللي كي يخدموا الحلوة وديك الشي عندهم هدل هواية مزيان يكونوا يشيروا بحالة اللي يتخيك بحالة كدتي ينفعوهم في الخدمة ها نشوفوا البناتك نوريكم القوام ديالها كيداير دابا غادي نجيب ديك المول ديالي اللي مدهون وغادي نكب في هاد القالة اللي خدمت هزي ديال فوق ونكب عندما كتشوفو هالبناتشكل ديالو القوام ديالو كيداير صدقوني ركا جيشكل آخر هاد الكيكة هالبنات ودابا البنات غادي نجيب ديك التفاح ديالي اللي قطعتو شرائح وعصرت عليه شويد الحامض البنات سغسلتو مزيان ومسحتو وقليتو بالقشرة ديالو لان ديك القشرة ديالو في ديك اللوين بالحمية مارو الصفر كي يعطيو واحد اللون زوين وكن بدك نستفى بشكل دائري فوق ديك لابات ديك العجين ديالنا اللي خوينا في المول بش كتتعرف رها كيكة ديال تفاح والبعيد لان خدمت البعيد لوسط البنات بس ديالو وكن بقى دك تكنكمل الدورة كاملة وكن نقاد لابنت لي شي وحدة ما مقع عوجة ولا شي حاجة كنعود نقادها حسو كنكمل وكن عودة البنات مش لناخد البعيد ديالنا ديالنا كنقطعو هالبنات اهوية وكندهنو هالبنات بالحامض باش مكيك حالش ليه وكندير علاج شكل كندير دائرة الوسط وديك النصوصة كندورهم بجيني بحال شكل وريضة كنعود ندير شكلها ديالنا كندورها بالجناب كندنر الصورة واضحة لكم البنات وده بغ عندي واحد تزيين اختياري عندي واحد الحبيبة ديالنا كجول البنات ندخلهم في ديك العجينة اللي كتما بقى تعريانة هكذا باش في نفس الوقت كنلقاو ديك وقام اللي كان ناكلو الكيك ديالنا كنلقاو ديك القرماشة ديالنا اللي عندو اللوز بねぇ اللي عندو اللوز tempt من اللوز إيفي لي لدي لüz إيفيلي لدي الكواوكا ويدود الكواكااو باشيнения ديرها البنات. ما كان تقييدش بواحد الحاجة. انا كان خدم بدك شي اللي عندي في الدار اللي كتكون وجدة عندي كان كان دخلها. تزيير ما عنديش مشكل دياله. وكانت منها البنات يعجبكم هادشي اللي كان اعطيكم وحاولوا تجربوه. ودعموني بلايك وبارتاجي مع الاهل الاصدقاء ديالكم باش تعمل الفائدة. وانتنا نتمنى دي ما كان نتمنى نكون عند حسن الضن ديالكم. ودعوا معايا ندي معكم الاجر اللي عاد باديين في الحياة وفي عندهم ولدات صغار كيبغوا يفرحوهم يبغوا يصيبوا لهم شي حاجة زوينة بحالك دا. اللي تكون في المتناوال وتكون وكتستحق العناء. دبا لبنات انا دخلتها الفران مسخن الى مئة وثمانين داراجة. جعله غير تحت. ونخلتها بحظ طياب الكيكة بشوي عليها. انتنا نقص بواحد العويد ونخرجوك للقاهرة هنا. شوف نعرف رأي الكيكة ديالي طيبت نخرجها. البنات هنا واحد للقطة ما تشدتش ليا رأنا من لي خرجتها وهي سخونة دهنتها بشوي دلعسل. باش كتعطيني ديك البريون من الفوق. راح بقص هنا البنات. ودبا البنات مالك اللي غات برد غير مقطعوها. بنشوفوا واحد طريف. وكنتمنى تعجبكم. وتجربوا. وهي البنات الكيكة ديالنا بصحة والراحة. كيك بيدوني بايد. ودبرا البنات استغلوا الفرصة راتفاح والبعيد موجودين. وكلهم لوليداتكم بأي طريقة. لما كلهم مش لكم هكذا. وكلهم لهم وسط الكيك. ديروهم ليهم عاصر. ديروهم كونفيتور. ما زالا غنصيب لكم البنات الكونفيتور و ديال التفاح و ديال البعيد ان شاء الله. فهدل السومين غنحطهم لكم. يلا بصحة والراحة البنات. نتلقوا ان شاء الله.